بدأت عمليات الجزيرة والبادية بإنشاء ساتر ترابي وحفر خندق على امتداد الشريط الحدودي بين العراق والسوريا المجاورة بطول 140 كم غربية محافظة الأنبار وقال قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي إن القوات الأمنية تبدأت بإنشاء المرحلة الأولى من الساتر الترابي وحفر خندق على الحدود العراقية السورية من منفذ الوليد مرورا بقضاء القائم ووصولا إلى صحراء الموصل مضيفا أن المرحلة الثانية ستشمل مسافة 100 كم تقريبا خلال الأيام المقبلة لضمان تأمين الحدود العراقية السورية من الأنبار وصولا لصحراء الموصل والجزيرة بالكامل